السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتنا Step by Step والنهاردة مكملين مع الجزء الثاني من الدرس الثالث من منهج الكونيكت فور ودلوقتي مع جزء الجرامر الخاص بالدرس الثالث والنهاردة جزء الجرامر خاص بالأدجكتف كومباريزون يعني مقارنة الصفات طيب أولا يعني ايه أدجكتف ويعني ايه كومباريزون الأدجكتف يعني الصفة والصفة دي بنستخدمها علشان نوصف النهار أو الاسم طيب أنا عندي الأدجكتف مكانها فين أو بتيجي فين قال للأدجكتف بتيجي قبل الاسم يعني أقول smart boy smart boy يبقى كلمة smart اللي هي زكي جت قبل البوي اللي هو الولد لكن لما يكون عندي verb to be أو فعل يكون الأدجكتف هتيجي بعد النهار أو الاسم يعني أقول the boy is smart the boy is smart يبقى كده أنا بوصف شخص واحد طيب لو عايزة أجيب اتنين two persons شخصين وأقارن ما بينهم تمام يعني أقول إني فلان مثلا أطول من فلان كده هستخدم الادجكتف كومباريزون أو مقارنة الصفات يبقى الصفة بتوصف الاسم المقارنة إن أنا بجيب شخصين وبقارن ما بينهم في صفة معينة يبقى عندي we use the comparative form to compare to people, animals or things يعني أنا بستخدم شكل المقارنة ما بين اتنين إن أنا بجيب شخصين أو حيوانين أو شيئين وأقارن ما بينهم في صفة معينة طيب إزاي أنا بعمل المقارنة دي بعمل المقارنة دي بإن أنا أجيب الصفة تمام وأضيف للصفة er وبعد er than صفة er than تعالوا نشوفوا مع بعض لإن ده هيوضح أكتر بالأمثلة عندي على سبيل المثال أول مثال horses are faster than camels لو بصينا في جملة horses are faster than camels هنلاقي إني في مقارنة ما بين الhorses اللي هي الأحصنة وما بين الcamels اللي هي الجمال في صفة اي بقى؟ في صفة السرعة يبقى صفة fast أنا أجيبها وهضيف لها er وهضيف than يبقى الhorses are faster than camels okay horses are faster than camels يعني الأحصنة أسرع من الجمال تعالوا نطبق على مثال تاني عندي مين في المقارنة عندي اللايون وعندي الفوكس والصفة اللي هي strong عايز أقول أني الأسد أقوى من الثعلب أقول the lion is stronger than the fox وأنا قلت طالما عندي verb to be أو فعل يكون الصفة بتيجي بعد الاسم علشان كده بقول is stronger than is stronger than يبقى المثال الأول horses are faster than camels والمثال التاني the lion is stronger than the fox تمام كده؟ يارب بتكون واضحة بعد كده زي ما قلنا we add er to the short adjectives and use the word than after it يعني أنا بضيف للصفة والshort اللي هي الصفة الصغيرة أو القصيرة اللي بتتكون من مقطع صوتي واحد بضيف لها er وبستخدم بعدها than طيب هل دايما بضيف er؟ الإجابة لأ ليه؟ مش دايما بضيف er عندي حالات معينة الادجكتف نفسها بتكون منتهية ب-e طيب يطرى لو هي منتهية ب-e أصلا أنا هعمل ايه؟ when the adjective ends in e لما الصفة بتنتهي ب-e we add r يعني الصفة لما بتنتهي ب-e أنا بس بضيف حرف الر أوكي؟ زي ايه مثلا؟ عندي مثلا large منتهية بحرف الر يبقى أنا هنا هضيف الر بس أقول برضو منتهية بال-e nice nicer fine finer يبقى الحالة الأولى اللي أنا مش هضيف فيها er لما الصفة تكون منتهية بحرف l-e أصلا فأنا كل اللي أنا هعمله إن أنا جزت هضيف l-r طيب إيه كمان؟ قال لي أني ممكن ال-adjective تنتهي ب-continent consonant يعني حرف ساكن وإحنا قلنا أني عندي الحروف المتحركين خمس حروف اللي هما l-e l-a وال-e وال-i وال-o وال-u وباقي حروف ال-english consonants يعني حروف ساكنة طيب لما يكون عندي consonant حرف ساكن الحرف الساكن ده قبله حرف متحرك أنا هعمل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض when the adjective ends in a consonant after one vowel we double يعني إحنا بنضاعف the final consonant إزاي؟ عندي على سبيل المثال big big لو بصينا لكلمة big يعني كبير هنلاقي إنها منتهية بحرف الجي ولكن قبل حرف الجي عندي حرف l-i وحرف l-i ده فاول يعني حرف متحرك فأنا اللي أنا بعمله إن أنا بعمل double link أو مضاعفة لحرف الجي أوكي؟ وبعد كده هضيف l-er عادي جدا عندي big bigger fat fatter thin thinner hot hotter يبقى أول حاجة لما كانت ال-adjective بتنتهي ب-e قلنا هنضيف ال-ar بس طيب لو بتنتهي بحرف ساكن قبله حرف متحرك أنا هعمل doubling أو مضاعفة للحرف المتحرك كذي ما إحنا شايفين في الكلمات اللي قدامنا هنعمل مضاعفة للحرف الساكن بعد كده عندي إيه كمان؟ عندي لما الصفة تكون منتهية بحرف ال-y لما تكون منتهية بحرف ال-y أنا هعمل إيه؟ أنا هغير ال-y أو هقلب ال-y ل-i وأضيف ال-er وزي ما قلنا إنه بيوضح بالمثال عندي على سبيل المثال heavy heavy لو بصينا في كلمة heavy هنلاقي الآخر حرف ال-y هنعمل إيه؟ هنشيل حرف ال-y نضيف مكانه حرف ال-i يبقى إحنا هنعمل changing تغيير هنغير ال-y ل-i ونضيف ال-er نغير ال-y ل-i ونضيف er عندي heavy heavier easy easier happy happier noisy noisier أوكي؟ وطبعاً في كل الحالات دي هستخدم أو هضيف than بعض الصفة لازم أضيف than لإني than معناها من يعني إيه؟ أتقل من heavier than يعني أتقل من easier than يعني أسهل من أوكي؟ بعد كده يا حلوين إن الصفة دي أكتر وهستخدم less علشان أقول إن الصفة دي موجودة بدرجة أقل يعني we use more or less before long adjectives and the word than after them يبقى عندي more صفة than أو less صفة than أوكي؟ زي إيه مثلاً؟ a snake is more dangerous than a fox عند المقرنة ما بين السنيك والفوكس والأدجكتف dangerous وكلمة dangerous دي أدجكتف طويلة بتتكون من أكتر من مقطع صوتي علشان كده هستخدم معاها more وهستخدمها قبلها أقول يبقى الفوكس خطر وأقل نقولها إزاي؟ نقول يبقى لو عايز أقول إن الصفة موجودة بدرجة أعلى أقول لو أقل أقول less adjective than أوكي؟ يبقى هنستخدم more وهنستخدم less dangerous ودول يا جماعة بعض من الصفات اللي بتتكون من أكتر من مقطع صوتي عندي على سبيل المثال more dangerous هتبقى less dangerous more important less important more beautiful less beautiful more intelligent less intelligent more delicious less delicious less delicious more careful less careful دي الصفات الطويلة ما ينفعش أستخدم more ولس مع مثلاً hot ما ينفعش أقول more hot لا hotter أوكي؟ بعد كده عندي exercise التمرين اللي بنعرف من خلاله أو بنقيس من خلاله ماذا فهمنا للدرس أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس تعالوا مع بعض نحل الإكسرسيز علشان نجيب الفول مار قال لي choose the correct word يعني اختار الكلمة الصح أول حاجة اللي هي number one بيقول لي رامي is than adult رامي أنا دلوقتي بقارن ما بين رامي وعادل رامي وعادل عايز أقول أن رامي أطول من عادل هقول رامي إيه؟ than adult excellent taller تمام؟ number two the crocodile is than the fox عندي كده مقارنة ما بين التمساح والفوكس أوكي؟ طيب هستخدم إيه يا ترى؟ ممتازين هستخدم more dangerous لأن dangerous صفة طويلة تمام؟ هنستخدم قبلها more بعد كده number three the goat is shorter than zebra than ولا than ولا ذا قلنا بعض الصفة اللي فيها إيه آر بنستخدم إيه؟ excellent بنستخدم than ونفرق ما بين than وذان لأنهم قريبين من بعض في الشكل الحرف الفرق ما بينهم حرف واحد طيب number four ما ها إز ذان أولا عايزين نقول ما ها أرفع من علا هتبقى excellent thinner number five today today it's than yesterday بقارن ما بين النهارده ونبارح عايزة أقول إيه؟ warmer ولا warmest ولا warm than طالما لقينا than هنختار er excellent warmer طيب number six zebras are than donkeys less important ولا important ولا important more طيب تعالوا نمسكهم يا حلوين أول حاجة important دي مش هتنفع خالص لأنها صفة عادية وإحنا عايزين صفة مقارنة طيب عندي بعد كده important more ما فيش حاجة اسمها important more لأننا بنقول إيه؟ بنقول إن more أو less بتيجي قبل الادجكتف يبقى كده هنستخدم أو هنختار less important excellent يبقى فيه إجابات معينة دماغنا تلقائي بتحذفها لأنها ما تنفعش أبداً وما ينفعش نحتار فيها لأننا شطرين طيب number seven your sandwich is much more little delicious than my sandwich عايزة حد يجاوب على طول excellent هتبقى more delicious طيب number eight the fox is than the horse عايزين صفة قسيرة والصفة القسيرة دي يبقى فيها er وطبعاً هتبقى ممتازين هتبقى slower number nine am few less many intelligent than my sister دي comparison أو مقارنة ما بيني وما بين my sister عايزة أقول إن أنا أقل زكاء من أختي أقول less intelligent very good طيب number ten the cow is the sheep عايز صفة مقارنة وعايز معاها اللي بيجي بعدها اللي هو إيه اللي هو than excellent هتبقى مين هتبقى bigger than bigger than طيب number eleven flowers are less beautiful ولا beautiful ولا more beautiful than grass قلنا beautiful مش هتنفع خالص بقى عندي less beautiful وعندي more beautiful than طيب مش هتنفع less beautiful حد يقولي ليه يا حلوين excellent علشان مفيش than برا يبقى هختار ال adjective اللي فيها than هتبقى more beautiful than لازم نختار وإحنا فاهمين ممتازين حبيبي طيب number twelve this lesson is the last lesson بقارن ما بين الدرس ده والدرس اللي فات وعايز أقول إن الدرس ده أسهل من الدرس اللي فات أقول this lesson is excellent easier than easier than the last lesson أتمنى فعلا إنه هو يكون أسهل من الدرس اللي فات وبإذن الله يا حلوين نتقابل في درس جديد وهو الدرس الرابع أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر